السلام عليكم اليوم حديثنا حول موضوع الحاجة إلى التطوير المهني في قطاعنا الرياضي القرن الحالي القرن الواحد والعشرين قرن تحديات وفي نفس الوقت قرن للفرص الجديدة للمهن الجديدة للوظائف الجديدة للأدوار الجديدة لمن لديه المعرفة للولوج إلى هذا القرن وكذلك التفوق واستثمار رأس المال الفكري في تطوير عمله أو الحصول على فرص عمل بشكل أكبر نحن في المجال الرياضي لدينا تحديات تحديات مرتبطة بالتطوير المهني المستدام الذي يجب أن يكون مبرمج بالنسبة للقائمين على موضوع الإدارة الرياضية أو موضوع العمل المهني بشكل عام في منتخباتنا في أنديتنا في منظماتنا الرياضية بشكل عام طبعا هذا القرن من ليس لديه المعرفة وليس لديه التطوير والحصول على التعلم يسمى أمي وليس فقط من كان لا يجيد القراءة والكتابة خلال القرون الماضية والعصور الماضية الحاجة إلى التعلم والتطوير المهني مثل الحاجة إلى بعض الأملاح والفيتامينات والحاجة إلى الحركة بالنسبة لمجتمعاتنا عندما نصف أمراض قلة الحركة في المجال الرياضي أو المرتبط طبعا بالمجال الصحي أو نحن عندما نرشد لاعبين على تكملة برامجهم الغذائية بمجموعة من الفيتامينات تأتي الحاجة هنا إلى التعلم بالنسبة للقائمين على العمل الرياضي من إداريين ومدربين وكذلك أعضاء مجالس إدارات وموظفين في منظمات رياضية مختلفة الحاجة هنا حاجة ماسة إلى ضرورة تقديم ما هو جديد التطلع إلى التحديات التي تواجهها طبعا هناك العديد من الدراسات حول هذا الموضوع مجمل هذه الدراسات نستخلص بينها أنها خمس ساعات في الأسبوع هي الحد الأدنى لما يجب على هذا الممتهن أن يقوم فيه من أجل اكتساب معرفة جديدة سواء كان من خلال الاطلاع ساعة يوميا أو الحديث أو المشاركة في تجمعات ومؤتمرات ورش عمل جديدة أو كذلك من خلال الحصول على دورات تدريبية سواء كان الحصول طبعا بطريق الاشتراك الشخصي أو كان عن طريق الاشتراك عن بعد في هذه الدورات التدريبية نحن نشوف من ضمن ما نسمع ونطلع على في هذا الغرر أن هناك بعض الشركات الكبيرة استحوذت على شركات أصغر بقيم كبيرة جدا مثل شركة مثلا تكون محصلتها 700 مليون دولار هذه الشركة اشترتها شركة أكبر بهذا المبلغ على الرغم من أن هذه الشركة لا تتعدى عدد موظفية 70 موظف ولم تكمل سنة واحدة من عمرها عندما نرى أن هذه الشركة الأكبر استحوذت على الشركة الأصغر اشترى تقريبا كل موظف يساوي 10 مليون دولار تقريبا أي الاستحواذ هنا جاء من أجل الفكر من أجل المعرفة من أجل المهارة من أجل تقديم فرص أكبر وأكبر لهذه الشركة الواعدة كي تنجح بطريقة أفضل في المستقبل القريب أيضا نتحدث عن تناشي بعض المهن أو انقراض بعض المهن في مختلف طبعا المهن التي تحدثنا عنها خلال هذا القرن وتحدثنا عنها الآخرون في آخر مؤتمر رياضي متخصص نتحدث عن أن دور المدرب سوف يكون 50% مما هو عليه اليوم أي بمعنى أن المدرب سيفقد أدواره التي يقوم بها وما يدرينا يمكن يكون خلال الثلاثين سنة والأربعين سنة القادمة يكون العدد المدربين أقل أدوار المدربين أقل استخدامنا لأدوات المعرفة والتكنولوجيا بشكل أكبر وبالتالي إن لم يطور هذا المدرب مهاراته بشكل سريع وقوي ومؤثر لن تكون لديه فرص عمل بالقيمة التي يأخذها اليوم أو يستحصل عليها اليوم من خلال طبيعة عمله تقان مهارة التعليم ليس من أجل أنك أنت تتعلم فقط تقان مبدأ التعلم ضمن برنامجك اليومي أو الأسبوعي يعني قدرتك على مضاعفة مهاراتك التي من الممكن أن تقدمها للأطفال تقدمها للشباب تقدمها لهذا الجيل الجيل الذي لديه أيضا تحديات وتغيرات نحن في الرياضة وتحدثنا عنها في مواقف كثيرة مثل الألعاب الإلكترونية مثل التسلية والترفيه ووجود فرص أكبر للعب في مراكز أخرى ومواقع أخرى أو ألعاب أخرى غير التي لدى مدرب كرة سلة أو كرة اليد أو غيرها من الألعاب إذن نحن أمام تحدي كبير من أجل التطوير المهني المستدام والحاجة إليه مثل ما أسلفنا أن هناك حد أدنى يجب أن يتقن الإداري والمدرب وعضو مجلس إدارة والموظف في المؤسسات الرياضية فكرة التعلم المستمر فكرة استثمار طاقته من أجل التعلم واكتساب المزيد من التعلم لأن الأمي في القرن الواحد والعشرين هو الذي لا يحسن التعلم شكرا لكم وإلى اللقاء